اهلا بكم مرة ثانية سنة 1967 البابا كرولس بابا الاسكندرية رفض ان هو يزور القدس وسنة 1980 المجمع المقدس طلع قرار بمنع زيارة الاخباط الى القدس ومن هذه اللعصة ثم مع كلمة البابا شنودة الراحل الشهيرة الخاصة به انه مش هيدخل القدس او منع الاخباط من زيارة القدس وظل الوضع على ما هو عليه حتى حلت القنبلة او انفجرت القنبلة بزيارة البابا توادرس الى القدس خلال ايام اللي فاتت هو رجع بسلامة الى ارض الوطن النهاردة الصبحة هذه الزيارة خلفت تدعيات كتير جدا ما بين مؤيد ومعارض وبين الناس شايفين انه تفريط في قرار كان مهم جدا كانوا بين الناس شايفة الموضوع عبارة عن تطبيع بينما ناس تانية شايفة انهم جارت زيارة رعوية انسانية عادية ده اللي نحاول نعرفه النهاردة مع ضيوفنا وزميلنا الاستاذة صارة علام الصحفية في اليوم السابع المسؤولة عن الملف القبطي والاستاذ يوسف شعبان زملنا في جريه التحرير اهلا وسهلا بكم خليني ابدأ من عند صارة كل الجدل اللي حصل شايفة دلالة هذه الزيارة في هذا التوقيت رغم الخلافات الموجودة من الناس ازاي انا شايفة ان دلالة الزيارة دي دلالة خطيرة يعني لا يمكن اقتطاع الزيارة من سياقها التاريخي والسياسي والزمني في النهاية لا يمكن قراءة الزيارة بشكل سطحي ان هي زيارة لان البابا اراد ان يعزي في مطران القدس الذي كان استاذه بدير الانباب شوي واستقبله لما كان طالب رهبانة صغير في النهاية البابا توادرس هو رمز رمز كبير رمز الاقباط المصريين في النهاية سنة 1980 زي ما حضرتك تفضلت المجمع المقدس طلع قرار بمنع زيارة الاقباط الى القدس قرار المجمع لم يستسني ذلك من اي اسباب المقرار المجمع ما قالش لو فيها عزة ممكن حد يروح في نقطة تانية كان ممكن للبابا اللي يذهب بنفسه ويتجنب كل هذا الجدل ويكتفي بارسال وفد كنسي عام 1992 وقت ترسيم الانبا ابراهام المطران تجليسه على كرسي القدس اللي هو توفى اللي هو توفى البابا شنودة ارسل وفد برئاسة الانبا بشوي اللي انه كان مطران وفي التقاليد الكنسية المطران يجلسه مطران مش اقل وجلس الانبا ابراهام اللي توفى وفده ورفق واستمر البابا شنودة في قراره بعدم زيارة القدس يعني زيارة القدس حاليا في الوقت ده لا يمكن قرائتها كده بعيد عن احداث كتيرة بتحصل حوالينا لا يمكن قرائتها بعيد عن انه في انتفاضة تلتة حاليا بتتم في القدس لا يمكن قرائتها بعيد عن توجهات الدولة المصرية في هذا الملف انه الخارجية المصرية مثلا صوتت في مجلس الامن بصالح اسرائيل التدعيات كتيرة جدا تخلينا نقرأ الملف ونشوفه بشكل كامل الكنيسة نفسها ايو انا عاوز بقى اروح للنقطة دي وانتو بتتابعوا الملف مع الكنيسة والتدعيات الزيارة وبتسألوا كونيسة كان نرد فعل الكنيسة زي هل كان فيه اجابات واضحة ولا كان فيه حسيته بارتباك ولا حسيته بانه فيه قلق لا هو من اللحظة الاولى طبعا فيه ارتباك حتى يعني بيان الكنيسة الاخير اللي صدر النهاردة هو يحمل الكثير من التناقضات اولها الكنيسة بتأكد انه الزيارة مجرد عزاء وموقفنا سابت تجاه زيارة القدس البابا توادرس بعد ما ظهر القدس اصوات كتير ارتفعت وقالت انه هذه الزيارة تعني كسر قرار المجمع المقدس وكتير جدا الاقباط طلبوا بالسماح ليهم بزيارة القدس واداء طقس زيارة القدس او ما يسمى تجاوزا يعني الحج ففي النهاية هذا القرار الكنيسة النهاردة في بيانها بتقول البابا سافر لتوديع استاذه والكنيسة لا شأن لها بالسياسة ولا مجل المزايدة على الكنيسة او اتهمها بالتطبيع وفي نفس البيان نفسه الكنيسة بتذكر بموقف البابا توادرس من 30 يونيو لما وقف مع رئيس عبد الفتاح السيسي وهو شيخ الازهر في خارطة الطريق وبعدين في نفس العبارة الكنيسة تؤكد ان الكنيسة لا علاقة لها بالسياسة طيب كيف نقرأ ان الكنيسة شاركت في 30 يونيو يعني فكان لها علاقة بالسياسة ودلوقتي ما بقلهاش علاقة بالسياسة فهذا البيان كان يحمل الكثير من التناقضات الكنيسة ارادت تؤكد ان هذه الزيارة مجرد عزاء ولا تعني كسر لقرار المجمع المقدس لكن في وقع الامر عدد من شركات السياحة استغلت هذه الزيارة واعلنت انها ستبدأ في تنظيم رحلات حج كمان ملاحظ جدا انه في السنوات الثلاثة الاخيرة بعد وفاة البابا شنودة انكسرت حدة فكرة مقاطعة القدس وبدأت يعني افواج وزيارات تذهب لأداء هذا الطقس لانه البابا شنودة كان وضع قواعد صارمة كان يهدد بالحرمان الكنسي او حرمان من طقس التناول او غيره طبعا هروح بقى له سيوسف هل انت شايف انه تبريرات اللي بتقولها الكنيسة او بيانات الكنيسة التي قدمت في ثوب تبريرات شايفها كافية ومطمئنة وهل شايف اصلا ان الموضوع خط ضجة اكبر من حجمه وطريق التعامل الكنيسة مع الصحافة في هذا الامر في الحقيقة ان النفط تقدير ان ادارة الموضوع من الاوله كانت ادارة خطيئة سواء من الكنيسة سواء من الدولة اللامب ابرام توفى او تنيح او اعلنت الكنيسة يوم الاربع وفاته وكان ما هو معلن ان هو في وفدة حيسافر من يوم الخميسة وفي سوادي الليل تغير الموقف وكان سفر البابا يوم الخميسة ونفط تقديري ان هو كانت المسألة مش على العجلة دي يعني كان ممكن ان هو ياخد وقت خاصة ان هو القداس كان يوم السبت كان ممكن يعني يسافر الجمعة كان يمكن يسافر السبت كان ممكن ان هو ياخد الوقت الوقت ده كان يقدر يمهد فيه يمهد فيه الى ان هو هناك ضرورة لاننا اسافر علشان العلاقة الشخصية اللي ما بينه وبين الانبى ابراهام وممكن تأشك يعني ان هذه تبريرات لكن لان حتى العلاقة ما بينهم بدأت سنة اربعة وتمانين وستمرت حوالي سنتين وهذه علاقة وقت ليس كافي بعد منها الانبى ابراهام سافر لاستراليا خدم هناك في استراليا وجاء من استراليا تجلس على الكرسي سنة اتنين وتسعين فبالتالي كانت الفترة صغيرة العلاقة الفترة الزمنية داخل الدير ممكن تتجاوز بالعشر سنين وبالخمشر سنة فانك يعني تجعل هذا سبب الى ان هو يسافر ده انت لا تراهه سببا كافيا لا اراهه سببا كافيا ده ينقلنا معاك لحتة تانية خالص هل اللي حصل ده ممكن ينقلنا قدام منهج جديد مخالف لمنهج البابا شنودة اللي قال مش هيروح الانسه إلا معاه شيخ الازهر ولا ربما نلاقي من الكنيسة النوع من الوقت التشدد علشان تثبت انه ده مش موقف عام لا انا فتقدري انه هو حدث تغير في الموقف يعني انا في ايام زمان قبل ما يتخذ قرار بتاع المجمع المقدمة سنة الثمانين كان الفترة ما بين سبعة وسبعين وسنة الثمانين كان البابا كانوا متشدد جدا في موضوع زيارة القدس حتى ان اللي كان بيزور القدس وقتها كان بيرغمه على انه يقدم اعتذارات في جارة الاهرام هذا الامر يعني تقريبا توقف شوية مع دخول البابا الدير لحد سنة الثمانين بعد خمسة وثمانين عاد البابا ايضا لحد تقريبا فترة التسعينات كلها وما بين خمسة وثمانين لحد الفين وحتى بعد كده البابا كان متشدد في موكفه من زيارة القدس بعد وفاة البابا شنودة ومجيء البابا تودروس حدث تغير تغير لو شفنا كمية الرحلات اللي بتحصل كل سنة اولا حدث فيها تفرع واصبح القرار المجمع المقدس على ارض الواقع غير موجود اطلاقا من ناحية الزيارات بتحدث وبتحدث بكسافة اي نعم ما بيجي لك لا ده دولة مش ارثوزوكس ده دولة فيهم ده دولة كاتوليك ودولة انجليين لكن في الواقع ان هو في ارثوزوكس ولا يتخذ الضهم اجراء ده نمر واحد نمر واحد نمر اتنين ان القيادات الكنسية سافروا راحوا مع الوافد المرافق للبابا ضمن الوافد المرافق للبابا البابا نفسه سافر فاصبح القرار نفسه على ارض الواقع غير موجود فبالتالي انت بتتكلم على قرار اصبح شعار هل الدولة كانت موافقة على ده قطعا كانت موافقة ان البابا يسافر كانت قطعا وحتى البيان اللي هو طلع النهاردة هو بيتكلم لك على ان احنا ما رحناش من طريق الاردن لان دي احتياطات امنية والامن هو اللي تحكم في مصار الزيارة مش الكنيسة فاصبحت القصة كلها في سوء ادارة من الدولة ومن الكنيسة الكنيسة كان مفروض ان يتمهد والدولة كان عليها انها تخرج وتتكلم وتتحدث حتى على الال وزارة الخارجية تطلع تتكلم بس ده شعني كنسي ايه اللي يخلي وزارة الخارجية تتكلم فيه لا لما يبقى شعني كنسي داخل الكنيسة المصرية لكن اذا خرقت خارج حدود الدولة لا الكنيسة المصرية البابا بردبت رئيس وزراء وشيخ الازهر بردبت رئيس وزراء واذا خرق خارج الحدود المصرية فهو دلوقتي مماثر احنا طول الوقت بنقول ان الدولة ملهاش سلطة على رأس الكنيسة او على شيخ الازهر احنا ده حقيق احنا بنطالب ان هي دوية سلطة مستقلة ودية سلطة مستقلة ولكن لما تخرج بر حدود الدولة حدود الدولة انت بتتبع مجسد شخصية المصرية او الدولة المصرية اساسا في اي شخص ان هو بهذه الكدرة وبهذه الكوة ولا ننسى ان الدولة وقفت حين قامت في مطار هسرو في بريطانيا وتم تفتيش البابا شنودة والدولة انتفضت كلها ازاي يتم ان هو يتم تفتيشه انت الشخصية سواء شيخ الازهر سواء الكنيسة او شيخ الازهر او البابا تستدعي وجود الدولة دايما طيب هروح ليجي من خلال بقاك كواليس علاقتك الصعفية بالكنيسة هل كنت شايفة اراء بعض المطارينة او الاطقفة او الوهباد الموجودين شايفة موقفهم ازاي من هذه الزيارة هل كان في استحسان هل كان في خلاف هل كان في موافقة هل في حضر هو في البداية عطفا على كلام استاذ يوسف الرئيس محمود عباس ابو مازن زار الكاتدرائية في 9 نوفمبر الحالي وطلب من البابا توادرس ادعاء لزيارة القدس وقال له هذه الزيارة للسجين وليس للسجان نفس كلام اللي تقال الشيخ علي جمع وقتها بالضبط فما كان من البابا توادرس لان رد لن ادخلها الا مع اخوتي المسلمين الزريف في الامر انه في هذه الزيارة الرئيس محمود عباس ابو مازن اجرى اتصالا هاتفيا بالبابا توادرس وطلب منه زيارة رام الله فالكلام ده بناء على بيان كنيسة ده مش كلامي فالكلام